اشتركوا في القناة لاستصدار تصريح بلفوري ألماني إذا كان لدى صهاينة ألمانيا مقومات النجاح ولكن كل هذا لم يجد فتيلاً فما السر في هذا التصريح؟ إن تصريح بلفور والدعم البريطاني للمشروع الصهيوني لا علاقة لهما بأي لوب يهودي أو صهيوني قوي أو ضعيف فالضغط الصهيوني أو اليهودي لا يشكل عنصراً فعالاً في عملية استصدار تصريح بلفور وإنه عنصر ثانوي على أحسن تقدير وحتى الأموال الصهيونية لم تكن سبباً رئيساً في تصريح بلفور فأكثر أثرياء اليهود في بريطانيا كانوا ضد الحركة الصهيونية إن تفسير الفشل الصهيوني في ألمانيا والنجاح الصهيوني في إنجلترا لا يتم بنقاش القوة والضعف الذاتيين الصهيونيين ولكن بالعودة إلى المصالح الاستراتيجية الغربية في زرع دولة استيطانية وسط العالم العربي المصدر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية المجلد السادس للمفكر الراحل الدكتور عبدالوهاب المسيري اشتركوا في القناة